قبل أن يصل الكاميروني العملاق فرانسيس انغانو إلى مقر الايبكس في لاس فيغاس كان حامل الرقم القياسي لأقوى لكمة على جهاز الباور كيوب الموجود في معهد أداء اليو اف سي هو تايرون سبونغ وقد كان تايرون يعرف كأحد سفاحي جلوري قبل أن يطلقى الإصابة اللعينة لكن في عام 2018 في صعود انغانو المرعب بين تصنيفات الوزن الثقيل حين كان يرسل كل من تصل يده إليه إلى الكوكب الموازي أصبحت اليو اف سي تسوق انغانو وكأنه ماكينة بشرية وقد فتحت له أبواب معهد الأداء في الايبكس ليستفيد منه إلى أقصى حد وقبل نزاله البطول الأول أمام البطل ستيب بي ميوتشيش دعت اليو اف سي نغانو لإقامة اختبار على جهاز قياس القوة وهنا صعق انغانو الجميع عندما كسر جميع الأرقام القياسية بفارق كبير وفي أسبوع نزال ستيب بي وانغانو استغل دانا وايت هذه الأرقام لإدخال الرعب في قلوب منافسي الوزن الثقيل وقد حاول عدة مقاتلين منذ ذلك الحين كسر رقم قانون قياسي ولكن بدون أي توفيق حتى أن أدي هول أقوى رجل في العالم سابقا حاول كسر ذلك الرقم ولكن أيضا لم ينجح في ذلك لكن في الحادي عشر من يناير استضافت جو روغن منافس الوزن الخفيف شون بريدي الذي كشف أن زميله جو بايفر قد كسر رقم قانون ولم تقبل الوفي أن تعترف بذلك الرقم القياسي نعم، وبعد هذه التصريح تطور للجدل استضاف جو أحد أبرز المنافسين الصاعدين في الوزن المتوسط جو بايفر ليتبين من الرقم القياسي وأكد بايفر الذي يزن أقل من جانو بحوالي 50 كيلوغرام أنه قد كسر ذلك الرقم بفارق كبير ونشر مقطع فيديو لإثبات ذلك لكن المقابلة أخذت منحة حزين للغاية عندما بدأ بايفر بسرد العذابات التي عاناها في طفولته ورغم عدم احتراف الUFC حتى الآن بهذا الرقم قد أثبتت ضرباته القاضية المرعبة مدى قوة جوب حتى استضافه دانا وايت في الكونتندر سيريز عام 2022 وانبهر بالقوة التي يمتلكها جو وقد أعطاه دانا وايت عقد مع الUFC واشترى له بيت من ماله الخاص وفي الUFC قد أبهر جول جماهير بثلاثة انهاءات متتالية وحصل على نزال رئيسي أمام الجوكر جاك هرمانسن وفي الندوة الصحفية قبل النزال لعنت جو من لم يعترف برقمه القياسي وفي يوم النزال كاد جو أن يخلع رأس جاك في الجولة الأولى والثانية لكن في الجولة الثالثة والجولات البطولية غلبت الخبرة جو وتلقى أول هزيمة له في الUFC عن طريق قرار الحكام ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة